شارك الفنان أحمد العواضي متابعيه وجمهوره أول ظهور لوالده ونشر العواضي صورة منزلية ظهر فيها بجوار والده الصورة اللي ظهر فيها ملامحهم المتقربة بشكل كبير ووجه العواضي رسالة لوالده قائلا أبويا البركة ربنا يخليك لينا يا حج وسرعان ما حظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل متابعيه وجمهوره واللي وجهه رسائل لوالده بدوام الصحة والعافية ومن ناحية أخرى احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز باليوم العالمي للمرأة ونشرت ياسمين صورة للرحلة صهير البابلي من مصرحية رايا وسكينة الصورة اللي كتبت عليها لا احتفلوا انتوا انا مرهقة وبطريقة الفنانة صهير البابلي وخرجت النجمة ياسمين عبدالعزيز بصفة رسمية من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل رغم نجحها في السنوات الماضية في الدراما ونجحها الكبير في آخر عامين بمسلسلي ونحب تاني ليه واللي ملوش كبير الا ان ياسمين قررت عدم المشاركة في هذا الموسم الدرامي الرمضاني بعد تعرضها لوعكة صحية منذ فترة